حديث أكثر عن الإقبال سابقاً والإقبال حالياً في انتخابات غرفة الرياض نرحب بضيفنا في الستوديو أمين غرفة الرياض السابق لمدة 18 عاماً الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل حياك الله أبو فهد حياكم الله أهلاً وسهلاً حيا الله المشاهدين والمشاهدات أستاذ حسين فيما يتعلق بالإقبال على الانتخابات تاريخياً كيف كانت خلينا نبدأ من بداية غرفة الرياض كيف كان يعني يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة قبل نظام الانتخابات أولاً أود أن أؤكد على أو أبدأ بنقطة مهمة جداً أنه في بلدنا طيب العاصمة دائماً لها تميز وخصوصية معينة لا أقول التباطئ بالإجراءات فيما يخص المنشآت ويخص الجهات والجهات الحكومية الموجودة فيها وإنما التثبت والسير بخطأ تكون مدروسة ومعطاة ما تستحق من التفكير قبل الإقدام السبب طبعاً لأنها وجود الحاكم ولي العمر وجود الجهات الحكومية الرئيسية وجود رجال العلم وجود السياسيين يعني هي نخبة نخبة تتواجد في هذه المدينة جميل ولذا مرت غرفة الرياض قد لا أقول بظرف عجيب جداً عندما بادر عبد العيز بن سليمان بن مقير رحمه الله إلى طلب إلى الملك سلمان حفظه الله وكان أمير منطقة الرياض في ذلك الوقت إنشاء غرفة الرياض ورفعت إلى مقام الملك سعود في ذلك الوقت كان قبل عشر سنوات من إنشاء الغرفة سبب التأخر طبعاً كما أسلفت وجود هذه الهيئات الوقورة ولا أعني أن الهيئات الأخرى غير وقورة لكن وجودها بالحاصمة وجودها قريباً من ولي الأمر يعطيها ثقل ويجب أن تتعقل في ما تقترح وما تنشئ وما تعمل فدرس المشروع المشروع طبعاً كان الشيخ عبد العيز رحمه الله من التجار أو من رواد التجار ورجال الأعمال ورجال المال بالذات المترددين على البلاد العربية وخاصة اللبنان في ذلك الوقت وكان رأى بأم عينه كيف أن غرفة بيروت لها دور فاعل في تنظيم وترتيب أو مظلة ونادي لرجال الأعمال لرجال الأعمال وأحب أن ينقل هذه التجربة من مشاهداته فاستعان طبعاً بنظام غرفة بيروت وأنظمة أخرى وقدم مشروع النظام مشروع النظام في ذلك الوقت يظهر لي طبعاً لا يقال هذا ولكن آليت على نفسي دائماً عندما أتحدث أنا أتحدث بوضوحه بصراحة هذا معهدنا عنك تسلم كان طبعاً احتراماً للمشاهد والمشاهدة واحتراماً للقناة وأيضاً الحمد لله صدق الخبر كان من ضمن فقرات النظام أمر يتعلق بالتحكيم ورجال الأعمال دائماً التحكيم جزء أساسي من علاقاتهم في ذلك الوقت التحكيم شيء لا أقول دخيل لكن جديد على مثل ثقافتنا وبدأت الاكتهادات يعني من يمين ومن يسار طبعاً كان يمكن أن يقال احذفوا ما يتعلق بالتحكيم ويقر المشروع وتنشأ الغرفة ولكن الملك سعود أيضاً رحمه الله بحكمته آثر أن لا يستعقل وكأنه يقول الوقت غير مناسب فحفظت بالأدراج لمدة تقارب عشر سنوات هذا بداية الفكرة بداية الفكرة جميل لما عاد الملك سلمان إلى أمارة الرياضة الفترة الأخرى التي هي الطويلة الأساسية التي عشنا يعني ولازلنا وسنظل إن شاء الله نعيش ثمارها بناء العاصمة البناء الحقيقي اتصل بعبد العزيز بن مقير قال يا عبد العزيز الوقت جاهز هذا الملك سلمان الملك سلمان قال ترى الوقت جاهز رحلة ديوان عقب على موضوعكم ترى الوقت جاهز جميل طبعاً عقب عليه مسرع من عملية تأسيس الغرفة على طول صدر الأمر الكريم ووافق المقام السامي على الإنشاء وأنشأت الغرفة جميل طبعاً لما أنشأت في ذلك الوقت رجال الأعمال بمفهوم رجل الأعمال اللي هو خارج التاجر البسيط صاحب البسط وصاحب الدكان الصغير والإنسان المحدود جداً اللي أتى من قريةه وجاء المدينة مثل مدينة الرياض طبعاً رجال الأعمال بمفهوم رجل الأعمال محدود جداً طبعاً رجل الأعمال دائماً له من يساعده بالنواحة المالية بالنواحة التخطيط بالنواحة الاتصالات بالعلاقات وهكذا فذولا محدودين جداً جمعهم طبعاً عبد العيز بن مقير وبدأوا المسيرة ولا أود أن أعدد فعضات الأسماء لألا أنسى أحد وتشكل ذاك الفترة المجلس الإدارة يبقى مجلس الإدارة الأول جميل وطبعاً الرياضة العبد العيز المقير وعبد العيز لم يأتي من فراغ عبد العيز هو من خدم خدمة من قليلة بكهرباء الرياض لأن والده هو يطخيفي هم اللي أنشعوا شركة الكهرباء وكان له أيضاً أياد مبيضة بموضوع الصحف والمنشآت الاجتماعية نا هيك عاد عن أعمال يعني كان عنده خبرة في إنشاء يعني كيانات عنده خبرة ويسافر كثيراً يسافر طبعاً سفر أعمال وشاب ومتوقد وفيه حب عجيب لهذه المدينة مدينة الرياض طبعاً للمملكة كمواطن لكن لمدينة الرياض فيه بينه وبينها محبة عجيبة طيب خلينا نتوقف معك أستاذ حسين عند هذه النقطة عشان نروح لمباشرة لألية اختيار المرشحين ولكن أستأذنك والسادة للمشاهدين في هذا الفاصل الذي يستعرض رؤساء مجلس إدارة غرفة الرياض منذ تأسيسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا المشن أنا أريد أن قبل نظام الانتخابات كيف كان يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة هل يتدخل الحاكم الإداري أم رجال الأعمال فيما بينهم هم من يعينون أعضاء مجلس شهادة لله لا أريد منها إلا وجه الله لا يتدخل الحاكم الإداري عندما كان الملك سلمان أمير منطقة الرياض لا من قريب ولا من بعيد وإنما كان يستقلي المعلومات بعد انتهاء الحدث ولازلت أتذكر في إحدى الدورات اتصل بي من نيويورك وقال لي قضت انتخابات رئاست انتخاباتكم قلتي قالوا رئاست المجلس قلتي قال من اللي فاز قلت فلان قال سلم لي عليهم الله يبارك لهم يعني بعد الحدث وكان دائما عندما يشفع وكثيرا ما يشفع للمواطنين يقول أنا أود وأرى كذا وكذا إن كان مناسب ويتوائم مع أنظمتكم يعني ما يفرض رأيكم ولا لا ألزمكم وبالطبع كلنا نحترم رأي ولأنه لا يصدر عن رغبة شخصية طبعا مفاهد بعد فترة الانتخابات الذي دخل نظام الانتخابات نعم شفنا أنظمة كثيرة نظام تكتلات ونظام الصوت الواحد وغيرها من الأنظمة نعم هل هذه جذبت المزيد من المشتركين بحكم أنك جلست 18 عام في هذا المكان أمين لغرفة الرياض يمكن الأخيرة هذه اللي الآن مجلب الكثير بسبب أحد المصاعب كانت المجيد إلى مبنى الغرفة والتصويت والتصويت وفق النظام الساعد في ذلك الوقت الناس يتحفظون جدا وعندنا الحقيقة تحفظ غير مبرر أحيانا وكأن نشكك بأماناتنا يعني نعطيها أبعد مما تستحق لدرجة أنك تسأل الواحد أنت فلان وهو صاحبك صاحب عمر يعني أنت تتعرف عليه لكن إمعانا بعدم دخول الجانب الشخصي طيب سوري حسين أنا أريد أن أستغل يعني صراحتك نعم هل تتدخل التكتلات نظام التكتلات القديم هل يتدخل يعني القبلية أو المناطقية أو غيرها من هذه الأمور يمكن سارب مرحلتين المرحلها الأولى اللي جاء فيها سليمان العليان وبدأت عام الفاربعامي هو واحد من أجمل المراحل أنا ما حضرتها طبعا لكن كما توصف لي من أجمل المراحل لأنه صار فيه يقضة وإقبال على الانتساب للغرف ونمت الأعداد من رقمين إلى ثلاثة وأربعة أرقام يعني قصتي من دون الألف إلى فوق الخمسين ألف العشرين ثلاثين إلى أربعين وهكذا لكن المحمود في تلك الفترة أنه عندما يتشكل مجلس الإدارة بعد الانتخابات نتاج للتكتلات هناك مجموعة متناغمة وتلك المجموعة المتناغمة لو لسبب أو لآخر لم يستقطبوا جانب مهم من جوانب الأعمال التعيين اللي هو ثلث العضاء اللي يعينون تعيين يفترض أن يسد هذا الفراء مثلا لو احتاج المجلس إلى رجل قانون وليس مع المنتخبين رجل قانون يفترض بالتعيين وينظر الواحد رجل قانون كفء من رجال الأعمال ويصير من المعينين لو احتاجوا مثلا إلى واحد متخصص بالاقتصاد أو بخاصية معينة ولهم موجود يختارون واحد فيأتي المجلس متكامل جميل الأستاذ حسين العذل أمين غرفة الرياض سابقة لمدة 18 عاما حديث مهم جدا ورصد لفترة مهمة أيضا جدا أنا أشكرك أبو فاهد شكرا لحضورك ترجمة نانسي قنقر